اهلا مرحبا بكم عزيزي المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي قبل ايام اعلنت الحكومة لسان وزارة الداخلية تابع لها اعلنت انخفاض معدل تجارة المخدرات في العراق طيب السؤال اللي يطرح نفسه هو هنا عندما تعلن دائرة مثل او الحكومة تعلن بهذا الشكل تعلن انه معدل تجارة المخدرات في العراق انخفض السؤال اللي يطرح نفسه هو الحكومة وزارة الداخلية وكل اجهزتها هم يعرفون اساسا المعدل الذي وصلت اليه تجارة المخدرات في العراق منذ عام 2003 وحتى اليوم يعني خلال العقديا الماضي هم يعرفون ايش قد معدل اللي وصلت الى المخدرات حتى يعرفون ايش قد مخفضة احنا نحدد 2003 لحد دلالي ايش مولي احنو الاحتلال يجي وفعلا الاحتلال يجيب 2003 لكن قبل 2003 لم يكن هناك شيء اسم المخدرات في العراق دعنا من نظام سابق نظام لاحق وملكي الجمهوري تركونا من هذه القضايا نحن شواقع لحد الثمانينات والسبعينات وغيرها وقبلها كلها وحتى بالتسعينات حتى في الحصار ربما في الحصار يجوز دخلت قليل من عدها لكن كل هذه السنوات على قبل الثمانينات والسبعينات الى منتصف التسعينات التسعينات ربما كانت بشهادة الامم المتحدة بشهادة كل المنظمات وكل الجهات والبحوث التي تتحدث عن المخدرات والجهات التي تتابع حركتها وتجارتها يضعون العراق من بين الدول النظيفة جدا من المخدرات إذن القضية نتحدث بعد 2003 لحد الآن المخدرات ظهرت بالعراق بعد 2003 بهذا الشكل العنيف بهذه القضية بعد أن كنا بلد خالي من المخدرات نظيف من المخدرات أصبحنا مو بلد فقط يعني نستهلك المخدرات يعني نستعملها لهذه المخدرات لا بلد نصنع المخدرات ونصدر المخدرات وبلد ممر للمخدرات وتصدير المخدرات وهذه هي الكالثة وللعلم فقط تجارة المخدرات بدأت تجارة السلاح تجارة أكثر ربحا في العالم هذه معروفة كل الدنيا هناك دول في أمريكا الجنوبية عايشة على المخدرات هذا واقع الحال تاجرون بالمخدرات وتجارة وعوائدها مليارية لكن المواطنين همهم مع المواطنين ما لهم علاقة بمواطنين المواطنين يتخدر يموت ينتهي ما لهم علاقة بي المهم هو يكسب وهذا ما يحصل في العراق الآن تجارة المخدرات أساسا من يمتلكها ومين تجينا دأك من عادل عبد المهدي عندما كان رئيس الوزراء هذه الحكومات الفاشلة يقول لنا المخدرات جاء من الأرجنتين هو بدأوا العراقين يتندرون على هذه القضية ويقولوني جارتنا الأرجنتين يخصدون إيران ولحد الآن وزارة الداخلية أو الشرطة أو الأجهزة الأمنية مثل ما يقولون تم القابل القبض وتطلع بياناته يومية وراجعوها لهذه البيانات هذا ليس الكلام من عندنا لكن هذا بياناتهم تم القابل القبض على فلان أحد ما يقولون اسمه ثلاثة حلقة نتقبض أمرأة ما عرف منه يدري إيش قانا خمسة ستة عصابة مجموعة لديهم حبوب مخدرة مدري وين مسكناهم بواسط مسكناهم ميسان مسكناهم بديالة مسكناهم بالبصرة منهم وذولة من جاي من يا دولة ما يقول لك يقولون أجانب ما يقولون إيرانيين ما يقولون إيران يخافون يقولون إيران ما هي المخدرات كلها تيجينا من إيران تجارة المخدرات معروفة في إيران إيران وإفغانستان ومعروفة فانتقلت إننا من إيران إلى العراق هذه تجارة المخدرات الحقيقة فبالتالي احنا صرنا بلد مصنع للمخدرات ومصدر إلها وانتعجر بيها وحنا بلد والآن من ضمن الدول المعروفة بالعالم في تجارة المخدرات وأعود مرة أخرى وقل هو يعني المعدل اللي وصلت إلى المخدرات هم يعرفوها أساسا المخدرات وصلت إلى المدارس الابتدائية إلى مدارس البنات الحبوب ما الهلوسة المخدرات في كل مكان الآن يلقوا لي على واحد قبض ألقينا قبض بيدي 3000 مدري 40 ألف حباية هي هاي القضية تجار كبار الآن يقولون البيان يقول الأمنية سوينا منظومة أمنية متكاملة متخصصة بمكافحة خطر المخدرات خير إن شاء الله زين وين شنتوا خلال العشرين سنة وصار بخلال العشرين سنة وشقد تخدروا الناس وشقد ماتت ناس وشقد تلفت عوائل وشقد تدمرت عوائل وشقد تدمر الإنتاج والعراق والبلد شون تحول وشن المخدرات وين وصلت هذي ما أحد يحشبه و نقول إحنا أغلب تجار المخدرات الرئيسين وصلنا إلىهم ولقينا القبض عليهم وحجمنا خطر المخدرات يعني الآن يأمن العراق بنام رغد الأم والأب يأمنون على أولادهم وبناتهم وخلاص المخدرات مثل الأرهاب قلتونا انتهى الأرهاب وعلى غفلة تقولون قواتنا تقاتل الأرهاب مضرق قتالا شرسا في فلان منطقة من قلتو انتهى الأرهاب إحنا خالين قوات الأرهاب والحجد الشعبي ضد الأرهاب وين الأرهاب منتهى شكلتوا الحجد الشعبي لمكافحة الأرهاب وانتهى الأرهاب طيب ليش باقي الحجد الشعبي هذه الميليشيات هذه اللعبة السخيفة المكررة ما عادت تقنع أحد الآن المخدرات مثل كنبي المدري التجار وتالي والمخدرات موجودة في كل مكان وتجارة المخدرات بدي الميليشيات هل تستطيعون أن تتحكموا بالميليشيات هل تستطيع أي قوة من القوة الأمنية أن تتحرش بالميليشيات والميليشيات هي عمود الفقري للحكومة وللقوة الأمنية والعسكرية وهذا واقع الحال أن تتحدثون عن شيء بالقمر لو على الأرض وبالعراق وكل الناس يعرفوه هذا الكلام ما عاد يعني ما عاد يقنع أحد هذه التجارة يكسبون من وراها الميليشيات مليارات الدولار لا يمكن أن يتركوها هم خلي تركوهم تجارة الأدوية هذه الأدوية اللي براها مرضى وكذا هي تجارة بديهم خلي تركوهم تركوهم تجارة التمن والعدس واللون التجارة العامة للناس المؤدل غذائية ما يتركوها أنه يتركو لك تجارة المخدرات اللي أعلى أرباح بها بالعالم وتجيهم حضرة محضرة والحدود بديهم وما حد يقدر يقول لهم شنو ما شنو أما يضحون مثنين ثلاثة موزعين صغار هذا اللي زمو حبوب طلعوا نيا بالتلفزيون لبسوا أصفر قالوا أن هذا التاجر كبير وشن يعني بالتالي العراق بعد عشرين سنة مملوء مصانع لصناعة المخدرات وتجارة المخدرات وصار بؤرة للمخدرات وصار هو الأرجنتين اللي يتحدث عنها عادر عبد المهدي هذا وقع الحال وهذا هذا الضيم اللي يوقع على العراق خلال عشرين سنة وهذا وهذه بعض المظاهر السلبية الخطيرة المدمرة لحياة العراقيين التي أوقع فيها العراق بسبب الاحتلال وبسبب القوى التي جاءت تحكم العراق في ظل الاحتلال ويقولوا نحن جئنا من أجل المظلومية وجئنا من أجل الشيعة وجئنا من أجل الجنوب والفقراء ما هي الفقراء والجنوب أكثر مكان للمخدرات هي بالجنوب مع الأسف الشديد ضخ كبير هناك في هذه المناطق تريدون تخدروهم يقاوم هذا الشعب مقاومة شرسة لهذه لكن صناعة وتوزيع وتجارة مصيبة كبيرة جدا جدا هذا واقع الحال الحقيقة فبالتالي الحديث عن قضاء عليها وازدهار هذه جزء ممن يتحدث عن النهوض بالعراق عليه أن ينهض بهذه القضية أن يعرف شون يسد الحدود أن يعرف يقول لها الإيران كافي تقدرون ما تقدرون وقول للميليشيات كافي وقفها الميليشيات وطلاحها ويسحب سلاحها وجردها من كل قدراتها يقدر ذاك الوقت نقول له ونصفق له ونأخذ له تحية هذا واقع الحال وقت هذه الحلقة قد انتهى عزا المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة